بالعلم بذب الأدمي تنهى لأعلم وتميك عشت حلات العلمها وطرق صنوف الكتبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في أكاديمية الجيل الجديد شرحنا اليوم سوف يكون خاص لفريق التسجيل والمنتاج في الأكاديمية شرح في البداية سوف يكون عن طريق التسجيل شرح مبسط إن شاء الله عندما نفتح برنامج الكامتازية تظهر لنا هذه النافذة نضغط هنا بجانب الامبورت ميديا موجود record screen عند الإشارة الحمراء نضغط على هذا الخيار وبعدها وبعدما نضغط على record تظهر لنا خاصية خاصة بالتسجيل برنامج مصغر للتسجيل على هذا الشكل طبعا عدة نقاط اللي يجب علينا أن نلتفت لها في هذه القولة التسجيل أولا بجانب الـ Audio On لدينا هنا سهم إلى الأسفل نضغط عليه إذا كنا نريد أن نسجل محاضرة مباشرة للأكاديمية من صوت أستاذ نتأكد أننا ضغطنا على don't record microphone على هذا الخيار don't record microphone هذا الخيار يحطيه لنا أن نسجل من الحاسوب الشخصي لدينا ويكون صوت الأستاذ مسمو لأنه في الكامتاز يمكن لنا أن نسجل صوتنا طبعا نسجل صوتنا في الخاصية الموجودة في الأعلى غير don't record microphone نحن عندما نعود أن نسجل محاضرة لإستاذ ما في الأكاديمية نتأكد أننا ضغطنا على don't record microphone بعدما نتأكد أننا ضغطنا على don't record microphone طبعا لأنه ممكن إذا لم نضغط على هذا الخيار ممكن أن نسجل أصوات خارج المحاضرة مثلا أصوات في البيت عنها أو صوت الميغريفون الخاص بنا لذلك من المهم أن نتأكد من الضغط على هذا الخيار إذا كنا نريد أن نسجل محاضرة وليس أن نسجل مثلا كما أفعل أنا مثلا تسجيل من الميغريفون الخاص به وريد أن نسجل مثلا من المخاضرة من صوت خارج الكمبيوتر عندي يعني الصوت من صوت الأستاذ تمام ومن المهم أيضا تحديد المساحة للمراد تسجيلها في الغرفة على سبيل المسال نحن نريد مثلا تسجيل مساحة معينة عند فتح برنامج الكامتازيا تظهر لنا أن يلاحظ أن هناك إشارات خضراء على جميع محاور الشاشة هذه المربعات الخضراء هي المسؤولة عن أو هي تعطينا رسم للمساحة المراد تسجيلها مثلا نقوم بتكبير من منتصف كل اتجاه نقوم هناك مربع صغير نقوم بتحركه كيفما نشاء لنكبر أو نصغر حجم الشاشة التي نريد طبعا في البداية ممكن أن يكون على سبيل المسال على هذا الشكل يعني هذه المربعات هذه الخطوط الخضراء طبعا في البداية سوف عندما نقوم بالتكبير أو التصغير سوف نلاحظ أنه يقوم بتكبير الطول والعرض سوية لتفادي هذا المشكل نضغط هنا هذه الأرقام بجانب هذه الأرقام هناك قفل صغير نقوم بالضغط عليه لفتح القفل بعدها نجرب تكبير أو تصغير الطول أو العرض سوف يقوم بتصغير أو تكبير الطول لوحده أو العرض لوحده كل جهة لوحدها يعني ليست سوية إن شاء الله لتفادي هذا المشكل يعني لنعرف حدود المراد تسجيلها نفتح مثلا رابط لأي محاضرة الخطين الموجودون هنا في الطول هنا وهنا نتركهم إلى مسافة الشاشة كاملة لنسجل الشات ونسجل جميع الأمور يجب علينا تصغير الشاشة فقط من الخطين بالعرض من الأعلى والأسفل من الأعلى يعني من الأعلى فوق عنوان المحاضرة مباشرة نضع التسجيل أو خطوط التسجيل ومن تحت فوق الوقت مباشرة نضع داخل المحاضرة هناك في الغرفة وقت فوق الوقت مباشرة ومن الأعلى فوق اسم المحاضرة مباشرة هكذا على سبيل المثال من هنا نسجل نترك الحدود كاملة من الأعلى لإسم المحاضرة ومن الأسفل فوق التسجيل طبعا قبل البداية بالتسجيل يجب أن نعلم أن البرنامج يسجل الصورة من الشاشة مباشرة إذن أي شيء يظهر في الشاشة سيظهر في التسجيل فلا نحرك الماوس ولا نفتح أي صفحة سوى صفحة المحاضرة التي ينتهي إلى أن ينتهي التسجيل لبداية التسجيل نضغط من لوحة المفاتيح F9 ويتأكد من أن التسجيل قد بدأ هناك أربع خطوط خضراء كالتي ظاهرة أمامنا يتغير لونها بين الأبيض والأغضر ويعني ذلك أن التسجيل قد تم يعني أن التسجيل قد بدأ عندما يتغير لون هذه الأربع مهاور من الأغضر إلى الأبيض يعني أن التسجيل وبعد الانتهاء من المحاضرة نضغط من لوحة المفاتيح على F10 ستظهر هذه النفذة إمامنا ونختار Save & Edit ونكتب اسم الملف والمكان المراد حفظه فيه Save & Edit نضغط هنا ونضع الملف في المكان الذي نريد أن نحفظه فيه ونضع اسم الخاص بالمحاضرة وبذلك نكون قد انتهينا من عملية التسجيل جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته